قال إن إحنا جبنا كابتن إيهاب جلال عشان ما فيش دولارات والله العظيم قال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قال هذا الكلام على الهواء مباشرة قال كده رئيس الاتحاد المصري أقال الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر وهو على الهواء وعنده ماتش كمان يومين ثلاثة هل اللي إحنا بنسمعه ده وطبعا أستاذ جمال علام كشخص رجل محترم جدا أنا مليش دعو كشخص أنا بتكلم على رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن يخرج علينا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بهذه التصريحات وعندما سئل عن وانتوا ليه خبتوا الجواب ما تطلع تقولي أنا خبت الجواب إحنا أسفين يا جماعة عندنا حد أخطأ عندنا قد يكون أنا معرفش أنا معرفش لأن هناك لجنة عليا موجودة تم تكوينها من وزارة الشباب ورياضة اللي شكرها كابتن محمود الخطيب في ممثلة في الوزير أيو طيب وأيضا في خبر صحفي بيقول أن سيادة الكابتن محمود الخطيب بيطلب من سيادة الوزير أنه هو يكون هناك في خطاب رسمي أن يكون هناك إعلان لنتيجة التحقيقات ده موجود وإحنا عرفناه لكن زي ما بيقول لحضراتكم كده أن كل الكلام ده عندما سئل الأستاذ جمال علام أنتوا ليه أستاذ جمال؟ خبتوا الجواب هو اللي مطلوب كان أنه هو يعمل ليه الأستاذ جمال؟ وجهة نظري أنا ما عنديش معلومة بحاجة ولكن دي وجهة نظر كان طلع الأستاذ جمال قال يا جماعة احنا متأسفين جدا للنادي الأهلي وإحنا بنتأسف للنادي الأهلي على أنه من الممكن أن يكون المدير التنفيذي مثلا نسي أو نائب المدير التنفيذي عمل أو فلان الفلاني أخطأ وبالتالي ستتم محاسبته أنا كنادي أهلي هستفيد إيه حتى لو تأسفته أنا كنادي أهلي أو كجمهور الأهلي هستفيد إيه هو مين اللي خب الجواد أنا ولا حضراتكم وبعدين الغريب أن أنا بطلع رد ردود غريبة جدا وبصرب تسريبات غريبة جدا تخص الاتحاد المصري لكرة القدم يا فندم الموضوع أبسط من كده الموضوع أبسط من كده تخيل حضراتكم وده على لسان الزميل العزيز الأستاذ كابتر إبراهيم فاي قال إبراهيم فاي قال مبارح أن اتحاد كرة القدم أو رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حاول أن هو يعمل محضر اجتماع وهمي بتاريخ قديم عشان يداري على موضوع الجواد ورفض طبعا والنهار ده فيه صور نزلت لهذا الأمر أيضا عند إبراهيم فاي وبالتالي وإيه لي بيحصل ده؟ ليه كل الفيلم ده؟ وليه بتعملوا القصص دي كلها؟ وليه حضرتك يدوبك المؤتمر كابت الخطيب خلص المؤتمر بعدها ما فيش نص ساعة لقينا بيقول لك أصليحنا نادي الأهلي ما طلبش نادي الأهلي ما طلبش إيه الجبروت ده؟ وانتوا إزاي بتوصلوا لهذه الطريقة من الإنكار طلع بعدها بشوية المهندس هانيا بوريدا قالك إيه؟ قالك مش أنا مش الأهلي أنا هو مش الأهلي المهندس هانيا بوريدا قال إيه؟ قال يا جماعة الاتحادات هي المنوطة بأنها تبعد للاتحاد الإفريقي علشان تنظم البطولات مش النادي اللي المفروض المهندس هاني معاهم في صفهم مش هو ده الكلام اللي بيتقال طلع قال كده يعني طلع رد عليهم في الكلام اللي هم مصر بينه مش النادي الأهلي وبعدين يا ناجاليا كان ليها نادي هو السنغال كان ليه نادي حكرر الكلام مرة تانية حرام عليكم اللي انتوا بتعملوا ده حرام حضراتكم بتقتلوا كرة القدم المصرية هو مين اللي اختار إهاب جلال مش انتوا اللي اخترتوا إهاب جلال حرام عليكم اللي بتعملوا في إهاب جلال ده حرام عليك يا أستاذ جمال اللي انت عملتوا في الكابتن إهاب جلال حرام عليك ده مدير فني المنتخب مصر مهما كان حتى لو عايز تمشي يا أخي ما ينفعش تمشي بهذا الشكل حرام عليكم انتوا ليه بتمرمطوا سمعتنا كده سمعت الرياضة حرام عليكم هو ده النادي الأهلي اللي لو فاز بالبطولة دي حيتقال ان مصر فازت بالبطولة ثلاث مرات وراء بعض حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه كل ده ليه هي الكراسة دي فيها عسل هي الكراسة دي فيها حاجات الكراسة دي فيها عسل يعني يعني أقول إيه بس أقول إيه حاجات غريبة جدا روح بيسمحها